الكل في انتظار قرار التأيين شباب قدموا من مناطق مختلفة لاستلام أول وظيفة بعد سنوات من المعاناة من شبح البطالة الحمد لله بعد انتظار هذه السنوات وبحكم أن السيد رئيس الجمهورية افتح لنا رقمنا أنصفنا يعني ما رحتش الخبرة تعنا والأقدمية تعنا هكذا يعني الحمد لله اليوم استقبلونا أحسن استقبال سواء من مدير التربية أو الأعضاء يعني مشاركين في الاريسبسيونة وخيرنا المناصب تعنا وإن شاء الله الدوام العافية للدولة الجزائرية وجميع الأمة الإسلامية شاء الله نجحنا في المنصة الرقمية سجلنا فيها واليوم جينا ندو تعيين تواعنا والعمل يرها تمشي بوتيرة متسارعة الحمد لله أنا تخرجت في 2015 وراني حابس حتى الضرك والحمد لله هذا العام اكتب ربيه أنا فتنا أزيد من 600 أستاذ مقبول في تخصصي التربية البدنية واللغة الإنجليزية للطور الابتدائي في ولاية المسيلة سيباشرون مهامهم بعد تعيينهم في المؤسسات التربوية في مركزين مركز بالنسبة لأساتذة الإنجليزية ومركز بالنسبة لأساتذة التربية البدنية عدد المناصب بالنسبة لولاية المسيلة 168 لغة إنجليزية و444 تربية بدنية وهو عدد معتبر وكما لاحظتم بأن الأمور تسير في ظروف عادية هي فرحة لا بد من توثيقها فالحصول على وظيفة في التخصص لطالما كان حلما لهؤلاء الشباب